اشتركوا في القناة وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة أنه مقيم من الجنسية اليمنية وتم القبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتم إحالته إلى جهة الاختصاص وهذا كان بيان أمني بشأن القبض على مقيم يمني مجد العملية الحوسية الإرهابية في استهداف منشاة أرامكو أعزائي المتابعين كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر